طيب إحنا قفزنا كده مرة واحدة ودخلنا في التدريب ودخلنا في كل حاجة لكن اعطى رجع البدايب اتحكяти اتحكي ومع مين انا ابتدت بقى في المعادي بالسكان المعادي å أنا طبعا من سكان المعادي وبتدت في نادي المعادي أو بمعنى اصح قبلي الملعب بقى في نادي المعادي كنت بالعب جنب البيت في الشارع عندنا المعادي كانت زمان هادية في الشوارع ہےستقدر تلعب فيها لما عربية تمشي كلقنا مثلا نص ساعة نقول دي عربية مشت يعني عملت لك جنين تلاتة فكان فعلا فيه مساحات انا بدلوقتي بروح عند بيت والدي ووالدتي اللي انا بتعافش تركين ما تعافش تركين الشارع ده اللي هو كان بقى مليان عربيات دلوقتي وصف تاني وبتاع كان زمان كان هو ده ملعبنا ملعب كورة وكنا بلاعب فيه دورة رمضانية كمان تفتكر جماعة من اصحابك اول ما بتروح المعادي كده وانا رايح للوالد او الاسرة بتفتكر الشارع ده ايه اللي بتفتكر اول حاجة اول واحدة بالبصة طبعا ذكريات جميلة لان انا لما تربيت في المعادي فالمعادي جماله ان هو حي راكي وحي يعني شياكة وفيه اماكن اللي هي الماكن الشعبية بقى اللي بتلعب فيها كورة شرب في رمضان والجو ده فانا بص يعني ما قدرش اقولك ان انا يعني ارستقراطي يعني حاجة بقى اللي هي الشياكة قوي ولا قدر اقولك ان انا من حتة يعني شعب دي يعني انا عشت الاجواء كلها انا حبيت الدورات الرمضانية كان عندنا فرقة موجودة في المعادي اه كان عندنا فرقة وكنا بنلعب دورات رمضانية وكان معانا كان معانا بقى واحد اسمه هاني كان ربنا ادي له الصحة بقى مش عالف لانا طبعا سبت المعادي عزلت روعة التجمع بقى لي فترة لكن لسه ستيل والدتي وقصرت حتى يعني حماية حماتي وربنا يخليهم اه فهما لسه في المعادي فكنا لما بنخسر ماتش كان هاني ده يوم قطع النور بتاع الدورة رمضانية خلاص لا والله يوم قطع النور يفصل السلك بتاع اللومض اللي انه ورن معه وبعدين نقول له هاني ما تسيبي الدورة انا انا كنت بقول له بقول له طب ما تسيبي ده خلاص احنا خرجنا من الدورة يكمل احنا بفي نهائي ده انا نهائي يا اخ اقول لي لا احنا لازم احنا نلعب النهائي هي كده وكان اكبر مننا شوية فكان هو وانت بتلعب بقى في الشارع كان فيه لعيبة نجوم ظهر فهم ديها تانية ولا أنت بس الوحيد اللي انت الحال المكان بتاعنا طبعا المعادي طلعت نجوم كبار يعني كان فيه جمال عبد الحميد وكان فيه احمد العجوز وكانت نعادي للجمال كانت من النجوم الكبار طبعا اللي كان دفعتك احنا بشهد دفعتنا احنا طلعنا عليه اه والله وكان فيه طبعا وضياء السيد موجود كان من المعادي يعني المعادي طلعت برضه نجوم كثيرة. ورضى محمودة الله يرحمه. كان في الأهل برضو. مش عايزة أنسى حد طوال عشان ما حادش يزعل مني. بس يعني أنا بتكلم على اللي هم بحاول أن أنا أفتكر الأسامي يعني. طيب. هل الدورات الرمضانية هي اللي ظهرت محمد يوسف؟ ولا كنتم تلعبوا في الأحياء بالفرقة بتاعتك الحي ده والحي ده والحي ده؟ يعني بص أنا هي طورتني طورتني في الحتة المهارية شوية. ويمكن أنا قبل ما نيجي بقى كنتم تلعب بكرة شراب ولا كرة كنتم تلعب بكرة شراب. كرة شراب الكرة الصغيرة اللي هي اللي بتتلف وتحط في كلها. آآ طبعا. هم هي ده أساس الكرة. دي عشان تتشاط ما ينفعش تشطها وهي على الأرض. دي لازم ترفع حبمشت رجلك كده وتقوب وش رجلك. الحاجات دي خلت الواحد بقى عنده حساسية. وزودت المهارة عندك. نمت المهارة عندي. يعني أنا ما اشتغلتش قوي وأنا صغير سن 11 سنة بقى لما روحت في النادي الأهلي مع الله يرحمه بقى كابتن محمود السايس أول. مين اللي وداك النادي الأهلي؟ مين اللي شاف نحمد يوسف في الشارع أو في الدرات رمضانية وقال لك انت لازم تروح النادي الأهلي. أنا هقول لك هي قصة عجيبة شوية. أنا كان واحد جاري. كان راح يختبر في النادي الأهلي. فأنا كان راح الصبح. كان معاده الساعة 8 الصبح. وقال الاختبارات كانت 8 الصبح. فأنا فهو قال لي ده أنا بكرة احنا بنلعب بقى في الشارع وكده كل يوم. فقال لي ده أنا بكرة راح النادي الأهلي وجبت كارتل الاستمارات بتاع الاختبار واختباري بكرة الساعة 8. كانت بيجنيه ها. آه آه كانت ممكن بيجنيه. فالمهم إيه اللي حصل. فأنا فأنا قال لي تيجي معايا. فقالت له خلاص يجي معاك. أنا بقى هروح النادي الأهلي. أنا معلق بقى صور. انت راح عشان تخش الاختبارات. راح عشان تتفرج عدد بقى. لأنا راح معاه. ما جاتليش فكرة ان انا اختبر. خالص. آه لا لا. أنا راح معاه. مجرد واحد صاحبي رايع وانا رايح معاه. تفرج عليها وبص عليها. بس أنا عندي بقى في البيت. أنا كنت معلق صورك بقى. يعني صورك وصورك كابتن خطيب وصورك كابتن شطة وكابتن صور مار همام ومصطفى يعني النجوء وكرامي. يعني انت من صورك بتاعشق النادي الأهلي. آه بعشق النادي الأهلي. روحت النادي الأهلي. وروحت بقى النادي. فهو نزل الاختبار. هو كان أكبر مني. موليد 67. كان في الملعب. 68. ملعب التيتش. ملعب التيتش. ملعب التيتش. ملعب التيتش. لقيت الله يرحمه الكابتن مصطفى حسين. الله يرحمه يحسين ليه. كان هو اللي بيعمل الاختبارات لوحده. وكان معاك كابتو فتحه نصير بس هو كان يوميها هو اللي قاعد تحت الشمسية وبيقسموله الفرق خمسة خمسة وينزل وينزل ويلعب تأسيمه وهو قاعد يتفرج وبعض أوقات ما كانش بيكمل التأسيمة أوقات كان يختار كده بعد دقيقتين ثلاثة بص اختار تك 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 ده أبونا كابتو مصبع سين ده ده أبونا كولينا ده أبو الأشبال وهو كان اسمه أبو الأشبال مضبوط فالمهم فانا لما روحت معاك واختبر فنجح عمر كان اسمه عمر فنجح ورجع فانا عجبني وانا هناك عجبني القصة يعني طبما اختبر انا كمان اشوف انه نفسي فالمهم ايه سحبت انا كنت أصغر منه اشتريت استمارة اشتريت استمارة دفعت الجنيه ولا لا والله ما متذكر كانت بكام بس المهم يعني انا ايه اشتريتها منه على الباب بتاع المعلمين بتاع المستشفى المعلمين اشتريت البداعة وماليتها ورجعت وخدت معاك المهم لما جيه بقى هو كان عنده اختبارات تانية وانا برضو خدت معاك اختبار جيت اختبارت بقى فنزلت مين بقى كان بيختبرني بردو كابت مصطفى حسين انا فاكر كويس فسألني بقى وانا بقى لعب بتاع لي ابني خمسة ضد خمسة ومسيكني شوفني بقى انا كنت بقى رجل الشمال وبتاع واسحب الكورة وكده وفوت قالك تعالي فرح ناداني قال لي انت منين قلت له من المعادي انا بقى كل ده مش عارف الموضوع بقى بعد كده انه هيبقى فيه تدريب وبعدين مدرسة وانا والد الله رحمه كان محاسب في شركة شركة تامين وعضو مجلس ادارة في شركة شركة تامين فما كانش الكورة دي بالنسبة لنا زمان